بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين ومستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل نتواصل مع تواصل هذه الأشواط في هذا اليوم ومع هذه الجوائز العينية كذلك المقدمة لهذه الأشواط سواء في الفترة المسائية أو كذلك مع أشواطنا المسائية بإذن الله أيضا الحاضرة ستكون مع رموز مسائي هذا اليوم ورموز هذا السن ونتعرف وإياكم على المركز الأول ومن تحتل المركز الأول هنا الديب هذا الشوط هو الشوط الرابع أذكر المستمعين والمشاهدين هذا هو الشوط الرابع المخصص للحقائق البكاء القعدان نتابع المركز الأول الديب تعود ملكية المحمد بن علي بن مبارك الكاموخة نتابع وإياكم المركز الثاني ومن يحتل المركز الثاني يتواصل هنا غازي لسيد محمد بن سالم بوظفيره أو محمد بن سالم بوظفيره العامري يتواجد على المركز الثاني نتابع وإياكم المركز الثالث يتواصل هنا مستحيل لسالم بن سعيد المري من يتواجد على المركز الثالث نتابع المركز الرابع يصل شعار بن جبران على ظهر سيد سالم بن جبران المري وفي المركز الخامس المركز الخامس مشاهدين الكرام يصل النمر تعود ملكية النمر للسيد عبدالله بن أحمد بن سلامه الهاجري هذا هو ندان مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة نعود وإياكم إلى مقدمة الشوت نعود وإياكم إلى غازي 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 يحتل المركز الأول محمد بن سالم بوظفيره العامري يتواجد على مقدمة هذا الشوت ويغزى أيضا إلى هذا الميدان خصيصا لهذا الشوت نتمنى له التوفيق كما نتمنى للمشاركين بينما هنا في المركز الثاني يصل اسم جديد وكذلك منافس خوي مشوق لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي شهدنا شعاره في أحد الأشواط الماضية وحصل على أحد السيارات في الأشواط الماضية مشاهدين الكرام بينما هنا في المركز الثالث يصل في المركز الثالث سالم بن جبران المري على المركز الثالث وعلى المركز الرابع يتواصل عرب للسيد خالد بن حميد بن حارب المهيري وفي المركز الخامس يتواصل على المركز الخامس مشاهديننا ومتابعيننا الكرام يصل أعناد للسيد محمد بن ناصر بن الطريبيل المري على المركز الخامس هذا ندان مشاهدين الكرام نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة ومشاهدين الكرام قازي مع الصدارة الكيلو الأخير الكيلو واللي ما بعده السيارة والنموس يا سلام الله 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 قازي على المركز الأول قازي على مقدمة هذا الشوط الطريبيل راه يتحرك يا سلام أعناد 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 محمد بن ناصر بن الطريبيل المري أحد رجال الشحانية كذلك يطالب ويريد أن تبقى السلامات هنا في ميدان الشحانية ولكن الله يا سلام قازي هنا مشاهدين الكرام مع المركز الأول ومع المرتبة الأولى هنا مع مقدمة هذا الشوط ولكن أعناد مشاهدين الكرام أعناد يعاند هنا على المستوى المركز الثاني محمد بن ناصر بن الطريبي للمري وهنا في المركز الأول كما ذكرنا غازي محمد بن سالم بوظفير أهل عامري بينما هنا في المركز الثالث الله يصل ويتسلل أعناد يتسلل المشاهدين الكرام يتسلل أعناد أعناد يتسلل في هذه اللحظات محمد بن الطريبي للمري الله يا سلم يا سلم أعناد أعناد قازي قازي أعناد السيارة السيارة مع أعناد مع أعناد مع أعناد مشاهدين الكرام يا سلم أهالي الميدان أهالي الميدان يطالبون أيها الأخوة وكذلك أبناء الشحنية أيضا 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 يا سلم هنا وصول وهنا دخول الله المتحد 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 قير تهانينا والنموس لمالك المتحد بجاد بن حمد بن عبد الله المري تهانينا له على هذا النموس المركز الثاني يصل عناد محمد بن ناصر بن طريبي المري المركز الثالث يصل غازي محمد بن سالم بوظيفيرها العامري المركز الرابع يصل في المركز الرابع مياسج سلطان بن حمد بن عميرة الشامسي يوم المركز الخامس مشوق لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام إذن تهانينا والنموس لجميع الفايزين في جميع أشواطنا الماضية أيها الإخوة الأفاضل إذن هذه نتيجة هذا الشوط وهذا هو ملخص هذا الشوط كانت القيادة وكان النموس حليف للمتحد صاحب هذا النموس أربع دقائق خمس وثلاثين ثانية ستة وخمسين جزء من الثانية تهانينا ليبجاد بن حمد بن عبدالله الفهيدة المري على نموس المتحد المركز الأول المركز الثاني يصل هنا عناد أربع دقائق خمس وثلاثين ثانية ثنين وتسعين جزء من الثانية تهانينا لمحمد بن ناصر بن الطريبي للمري على فوز عناد بالمركز الثاني المركز الثالث يصل أغازي أربع دقائق ستة وثلاثين ثانية ثنين وعشرين جزء من الثانية تهانينا لمحمد بن سالم بوظفيرة العامري تهانينا والنموس لجميع الفايزين تهانينا والنموس لجميع الفايزين